السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي الأعزاء في الحصة اليوم نضيف نموذج من نماديج الفروض الخاصة بمادة اللغة العربية نظن هذا هو آخر نموذج إذاً صافي نحن في الأسبوع دي الفروض تقريباً نوقف لكي نكمل المقرر ثانياً في القريب العاجل إذاً لا نتعطل مرحباً لكم بزيف نقرأ هذا النص نفس النص اللي كنا خدمنا به في الفروض سنعود وغيرهم الأسئلة نحن نفسها نبدأ على باقة الله إن الحضارة الحقيقية هي التي تعترف بوجود الآخر وتحترم وجوده وفكره وينشأ عن هذا الاختلاف حوار يبدي فيه كل طرف آراءه وانتقاداته في محاولة للوصول لنقاط التفاهم أو حتى تحقيق التعارف على أقل تقدير ومن هنا نجد أن الحضارات الحقيقية لا تتصادم ولا تتصارع ما دام التسعى للحضور بمنهج إنساني الحوار مبدأ أساسي ينص عليه الدين الإسلامي ويلح على اتباعه كأسلوب للتعامل فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحاور المشركين واليهود والنصارى ويجلس معهم جلسات طويلة يدعوهم إلى الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة حيث لم يسمح باعتماد العنف والشدة كمنهج للدعوة الإسلامية إذن سؤال الأول فمقرؤ أقرأ النص أعلى وأجيب عن الأسئلة ضع دائرة حول نوعية النص قلنا هنا واشهد النص عبر عن مقالة أو رسالة أو خطبة أو حكاية إذن ما هو رسالة أو خطبة أو حكاية إذن الحكاية فيها البنية دي الحكاية اللي احنا كاملين كنعرفوها أنه يجب أن يكون فيها وحد الحادات أو أسلوب السرد أو شخصيات إذن هنا مكينش حكاية خطبة كنلاحظو أن الخطاب يكون موجه الأشخاص وكان بقى وكان على الأقل كنلقوه ولو أنه استعمال غير أيها مثلاً كيوجه الخطب كنلقوه أن الكاتب يخاطب شي فئة إذن هنا مكينش خطاب موجه إلى شخص ما أو إلى فئة ما رسالة ما فيهاش عناصر دي الرسالة إحنا طرقنا لها في هذا المحور يعني في الوحدة الأولى إذا عرفنا منهجي دي الكتابة الرسالة ماشي هذه الرسالة إذن هي عبارة عن مقالك يعرف لنا فيها بالحضارة يعطينا الرأي دياله إذن هذه هي لغندلع لها دائرة ضع عنواناً مناسباً للنص نتلاً كينا الحضارة الحقيقية دائماً خسنا نقرأ النصوص باش نعرف علشن زمان الأجوبة لأن الأجوبة ديال الفاهم كتكون عندها علاقة كبيرة بالنص اللي كنقرأه وبأ ومشيها علاقة بالنص ولكن بفاهم النص استخرجوا أضداد الكلمات التالية من النص هنا سنجدوا الأضداد من النص عندنا تنكروا العكس ديالها تعتارف تعتارفه ثم أكثر ضد ديالها أقل إذن أقله أكثر أقل أيضاً اعطى مراضف الكلمات التالية هنا مشي من النص قدنا غير اعطى المراضف يعني الشرح ديال الاحترام مثلاً الاحترام تقدير احترام التقدير او الإجلال احترام تقدير الإجلال مثلاً الشدة المراضف ديالها العنف القسوة ثم السؤال رقم خمسة ما هي الحضارة الحقيقية إذن هيا في السطر الأول إن الحضارة الحقيقية هي التي تعترف بوجود الآخر وتحترم وجوده وفكرة إذن الحضارة الحقيقية هي التي تعترف بوجود الآخر وتحترم وتحترم وجوده وفكرة ما الفكرة الأساسية للفقرة الثانية إذا الفقرة الثانية تبدأ من هنا الحوار الحوار مبدأ أساسي نص على الدين الإسلامي ويرحي على التباعي كأسلوب للتعامل إذن الفكرة الأساسية نقوله الحوار الحوار مبدأ أساسي مبدأ أساسي للتعامل في الإسلام ثم ما رأيك في الحوار كأساس للتواصل إذن الحوار مهم من أجل التواصل الحوار مهم من أجل التواصل لأن التواصل ضروري يكون في واحد الحوار كي يتسنى لنا إقناع الطرف إقناع الطرف الآخر يعني كنستمعوا الآراء ديولو كنتقبلوا الانتقادات إذا كان عندوش انتقادات وبالتالي في الآخر كنوصلوا الوحد النتيجة يعني كنتفاهمه في الآخر إذن الحوار مهم من أجل التواصل يجعل الإنسان يجعل الإنسان يعبر عن رأيه بكل حرية بكل حرية كما يصل فيه الطرفان يعني الطرفان المتحاوران إلى نقاط تفاهم إذن في الآخر كيوصلوا حد تفاهم ثم السؤال الموالي في الشكل أكتب ما أشكر ما كتبه بشكل مضغوط في النص إذن الكلمة المضغوطة ما عدنا هي هادو عدنا إن الحضارة هذه همزة الوصل إن الحضارة الحقيقية ثم الكلمة أو الجملة التالية حيث لم يسمح باعتماد العنف والشدة كمنهج هجل الدعوة الإسلامية سنمرر المكون صرف وتحول صنف الأفعال التالية حسب نوعها في الجدول لدينا هدوهما الأفعال سنصنفوه في الجدول لدينا وعاء يمل يمرحونة وصلا روت فاز سألوا رضيتم إذن الفعل الصحيح كين قسم السالم مهموز مضاعف ثم نفع المعتل كين قسم مثال أجوف ناقص لفيف مقرون لفيف مفروق الزربة لدينا وعاء حرف العلة في الأول لفيف مفروق نكتبوه هنا وعاء يملو ملا مضاعف ملا داك شيش كنقول لكم تديروه الفعل في الماضي مع الضامر هو باش يبالينا هنا ركينا عدنا الياء وقدرش الواحد يقول يرى مثال إذن ملا يمرحونة مرحة إذن يمرحونة صحيح سالم وصلا مثال حرف العلة في الأول روت روا حرف العلة واليا في الأخير إذن هذا لفيف مقرون روت فازع حرف العلة في الوسط أجوف سألوا مهموز سألة في الهمز أراضيتم أراضية إذن أراضيتم ناقص حول الجمل الآتي حسب المطلوب راح للمكتبة أخذ الكتاب من الرفي فتحه ثم وضعه في مكانه برفقين إذن دم هنا سأرى نفس الجملية حولها في الماضي أراضي الماضي مع الضمير إذن أنا رحت للمكتبة أخذت أخذت الكتابة من الرفي فاصلة أنت فتحته 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 ثم وضعته في مكانه برفق المضارع أنت تروح للمكتبة تأخذ الكتابة كتابة من الرفي تفتحه أو تفتحه تفتحه ثم تضعه في مكانه برفق الأمر أنتنا رحنا للمكتبة أخذنا الكتابة من الرفي افتح 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 افتحناه ثم ضعناه في مكانه برفق برفق ثم ثم السؤال الثالث صرف الفعل المدى في المضارع أنتنا هنا تصرف الفعل المضاعف في المضارع أنتنا تمددنا تمددنا له المساعدة عندنا هنا في التراكيب أستخرج الأفعال المضارعة المنصوبة من الجمل التالية يسرني أن تنجحوا إذن فعل المضارع المنصوب هو تنجح تنجح إذن هنا حرف النصب هو أن تقولي يا راكي نتدمره منصوب بحذف النون يعني من الأفعال الخمسة إذن عليك بالصدق كي تسلام إذن تسلام هو الفعل المضارع المنصوب وحرف النصب هو كي وحولوا العبارات التي تحتها خط إلى مصدر مؤول إذن اعتادت الأم أن تستقبل الجيران إذن اعتادت الأم استقبال الجيران في ذكرى المولد إلتف الجميع حول تلفازي لكي يستمتعوا كي يستمتعوا بمشاهدة المباراة مليك تكون عندي كي إحنا كنصغوا غير من أنو كي مليك تكون عندي كي ندير واحد اللام إذن للاستمتاع للاستمتاع بمشاهدة المباراة يسعدني أن تزورة إذن يسعدني زيارة أقاربك أدخلوا حرف جزم المناسب على الجمل التالية مع الشكل تتهاون في متابعة إذن نديروا لا تتهاون في متابعة دروسك عن بول يتمكن الأطباء من القضاء إذن ندير لم يتمكن الأطباء هنا ستكون سكون غير إذا التقى الساكنة نكسره ما سبق هنا لنمكث حرف للم الأمر لنمكث في منازلنا من أجل مصلحتنا ومصلحة وطننا رابعاً أقرأوا الجمل وأتميموا ملء الجدول إذن عندنا من يلزم بيته يبعد عنه خطر الإصابة بالواباء حرف الجزم هو من إذن هذا حرف الجزم يجد الأفعال من فعل الشرط هو يلزم من يلزم بيته جواب الشرط يبعد إن تتابع إذن حرف الجزم إن تتابع تتابع دروسك تنجح تنجح متى إذن أداة الجزم متى تحافظ تحافظ على النظافة تمنح تمنح نفسك حماية تمنح نفسك بعد ذلك سنمر الإعراب إذن هنا في الإعراب لدينا أعرب الجملة التالية لا تحتقر حضارة البلد إذن لا أداة الجزم تحتقر هنا تحتقر فعل مضارع مجزوم ب بلا وعلامة جزمه السكون الظاهر على آخره والفاعل ضمير مستطر مستطر تقديره أنت أنت لا تحتقر حضارة مفعول منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف البلد مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة على آخره ثم سأمر الإملاء أشكر الهمزة في مياه إيمان إيمان تصلي في البيت همزة وصل لا أحب أن أكون متسرعا هنا استمرار الجد يؤدي إلى النجاح أضع الكلمات التالية في الجدول حسب المطلوب أخذ ابن أمسا انتبه أنا انبهار همزة وصل عدي ابن أخذ همزة قطع أخذ أمسا همزة قطع انتبه همزة وصل أنا همزة قطع انبهار همزة وصل هنا أكتبوا ما يملع علي بالنسبة للتعبير الكتابي عندنا نص الموضوع أكتب رسالة إلى أحد أصدقائك أو قريب لك تدعوه فيها إلى زيارة مدينة من اختيارك قصد إطلاعي على المعلومات الحضارية والتقافية التي تزخروا بها إذن هذا النموذج نحن سبق كتبناه في نماذج سابقة اللي بغى يتعرف عليه دخول القناة الفورد اللي سبقت في مادة اللغة العربية ونتلقوا نفس النموذج إذن إلى هنا كنكون قد أنهينا الحصة ديالنام وإذن يتجدد الحصة المقبلة بحول الله ترجمة نانسي قنقر